أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة من التلفزيون المصري بمناسبة يوم الشهيد حيث تحتفل القوات المسلحة المصرية يوم التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن وتوافق هذه الدكرة استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس من عام 1969 في مثل هذا اليوم استشهد الجنرال الدهبي الفريق عبد المنعم رياض وتخليدا لذكراه وذكرة شهداء الوطن على مر العصور تحتفل مصر بيوم الشهيد في التاسع من مارس من كل عام ونروي لكم قصة البطل الشهيد الفريق عبد المنعم رياض في التقرير التالي في التاسع من مارس من كل عام تروي مصر بأجيالها المتعاقبة قصة الجنرال الذهبية الذي استشهد في عام 1969 خلال تفقد جنوده بمعركة الاستنزاف إنها قصة الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذي باتت مصر والقوات المسلحة منذ استشهادة تحتفل بذكرى شهدائها الأبرار فيما يعرف بيوم الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض رمز الفداء والذي ضرب أروع مثال في الوطنية والشهادة فبالرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيدا على تلاحم القائد مع جنوده في مواجهة العدو بصدور مرحبة في قلب ميدان المعركة ولد الشهيد عبد المنعم رياض في الثاني والعشرين من أكتوبر من عام 1919 بمحافظة الغربية وبرغم حبه للجندية إلا أنه التحق بكلية الطب إرضاء لوالدته وأمضى بها عامين ولأن والده كان قائد بلوكات الطلبة بالكلية الحربية بيت عبد المنعم رياض يحلم بأن يكون مثل والدة مما دفعه للالتحاق بالكلية الحربية في السادس من أكتوبر من عام 1936 ثم التحق بكلية أركان الحرب وحصل على ماجستير العلوم العسكرية في عام 1944 كما أجاد عبد المنعم رياض عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية وخلال مسيرته الوطنية الفريدة شارك الفريق أول عبد المنعم رياض في الحرب العالمية الثانية في عام 1939 ثم شارك في حرب فلسطين في عام 1948 ثم عين في يوليو من عام 1954 قائداً للمدفعية المضادة للطائرات وفي العاشر من مارس من عام 1964 صدر قرار بتعين عبد المنعم رياض رئيساً لأركان القيادة العربية الموحدة ورقيا إلى رتبة فريق في عام 1966 ثم عين قائداً لمركز القيادة المتقدم في الأردن ثم قائداً للجبهة الأردنية ثم قام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتكريمه بمنح رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكرية وبعد ستة أيام فقط من نشوب الحرب في يونيو من عام 1967 1967 عين عبد المنعم رياض رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية وبدأ على الفور في إعادة بناء القوات المسلحة ونجح في هذا بشكل أذهل الجميع كما حقق انتصارات عسكرية في المعارك التي خاضتها القوات المسلحة المصرية آنذاك حتى استشهادة انتصارات سجلت تاريخه بأحرف من نور في سجل العسكرية المصرية ومدرسة الوطنية والفداء ترجمة نانسي قنقر